بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد ده حلقة مهمة لأنها جاية في توقيت خصير جدا وتوقيت مهم جدا في الظل بالتأكيد الحلقة اللي احنا شايفينها بخصوص قرارات الاتحاد الإفريقي لقرة القدم خلال الساعات الأخيرة والتي تتعلق بموعد ومكان الملعب الذي يستضيف نهائي دور أبطال إفريقيا في نسخة العام الجاري فيه ردود أفعال كثيرة وفيه قرارات التي تم اتخاذها مساء أمس وفيه كواليس فيما هي متعلقة بقرار الأمس وما هو المتوقع أو هي المعلومات التي ممكن أن يتم إعلانها في هذه الفترة وفي هذه اللحظة لكل جماهير النادي الأهلي ولكل جماهير القرى المصرية بخصوص المرحلة القادمة بشأن ملعب نهائي دور أبطال إفريقيا نقطة نظام في البداية عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت لقاء الإياب أمام مفاقستي في الجزائري على ملعب خمسة جوالية في العاصمة الجزائرية الجزائر رغم نتيجة الفوز الكبير والفوز العريض في لقاء الزهاب بعربعة أهداف مقابل لشيء ولكن كرة القدم علمتنا دايما أن فيها مفاجأات لذلك الكل بيستعد بجدية وأولهم الرسائل المعنوية اللي مهم جدا الجمهور يوصلها للعيبة والجهاز الفني قبل لقاء العودة عندنا تحدي مهم جدا تسعين دي أيوم السبت اللي جاي عشان بإذن الله يكون فيه موقف قاول النادي الأهلي في المباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا وبإذن الله حلم الثالثة على التوالي والبطولة الحداشر لصاحب الألقاب والتاريخ الكبير المشرف للكرة الإفريقية قبل الكرة المصرية في السنوات الأخيرة نتيجة مشاركات المميزة في كأس العالم للأندية حلقة فيها تفاصيل هنتكلم على سفر الأهلي للجزائر لأن النهاردة على برقة الله سفرة البعثة خلاص في هذه اللحظات وعلى متن الطائرة المتجهة إلى الجزائر استعدادا لقود مواجهة وفاق ستيف وكمان هنتكلم على آخر المعطيات والمعلومات المتعلقة بنهاي دور أبطال إفريقيا واللي بالتأكيد الحمد لله بننفرد بتفاصيل كثيرة جدا في هذا الملف منذ أكثر من أسبوعين ولولا هذه المعلومات كان المشهد والسيناريو كان يطلع للجمهور بشكل تاني خالص وكنا زماننا دلوقتي بنتكلم في أمور تانية عكس اللي تم كشفها من يوم 28 إبريل ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايز كل مشاهدين في كل مكان يتابعونا ويشاركوا معنا في الإجابة على السؤال بعد تحديد الكاف لملعب نهائي أفريقيا في المغرب ما هو رأيك في حل هذه الأزمة؟ شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أرى حضراتكم لأن بالتأكيد جمهور الأهلي ودوره عبر السوشيال ميديا لا يقل أهمية عن أي عنصر من عناصر المنظومة الرياضية سواء في الأهلي أو حتى في القرى المصرية بشكل خاص وكلنا شايفين الحالة الموجودة على السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على صناعة القرار خلال الساعات اللي جاي طيب ده كان سؤال حلقة النهاردة لكن بسرعة نروح لي أهم عنوين الحلقة في ترند الأهلي غضب رسمي وجماهيري بعد إسناد نهاية أفريقيا للمغرب وكمان بعثة الأهلي تغادر للجزائر استعداداً للصطيف وأخيراً السلية وعبد المنعم ضمن قائمة الأهلي استعراض مباراة اليوم بالتأكيد النهاردة في جولة من المباراة المحلية والأوروبية نبدأ بالدور المصري والساعة السادسة والنصف من مساء اليوم سيراميكا كيليو باترا يستضيف الجونة وأيضاً الساعة التاسعة من مساء اليوم الزمالك يعود للدور العام ويستضيف أمبي الدور الإنجليزي الساعة التاسعة من مساء اليوم أستون فيلا يستضيف ليفربول وبالتأكيد متابعة مهمة جداً في هذا التوقيت لمباراة ليفربول بالتأكيد عشان مشاركة محمد دا صلاح وفي الدور الأسباني فيه سلاسة مباراة أيضاً مساء اليوم فالنسي يستضيف ريال بيتيس الساعة سبعة غير ناطا يستضيف أتليتك بالباو الساعة تمانية بارشلونة يستضيف سلتا فيجو الساعة تسعة ونص طيب دي مجموعة من مباراة اليوم وبالتأكيد مباراة ممتعة إن شاء الله لكل جماهير القرى المصرية والجماهير الأهلوية وعنوين حلقة النهاردة لكن أخرج في هذه اللحظات إلى فاصل وبعد العودة من الفاصل عندنا كلام مهم جداً وتفاصيل هتسمعوها لأول مرة زي ما سمعتوا مننا لأول مرة إلا حصل في 28 إبريل وليه اتخذ قرار بالتصويت يوم 23 إبريل وليه بتاريخ تسعة خمسة تم إعلان انسحاب السنغال ولم يذكر الكاف ما هو الموقف بخصوص التصويت اللي تم اتخاذه في 23 إبريل كل ده ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند طيب قبل ما أدخل في الكواليس والتفاصيل وإلا حصل خلال الأيام القليلة الماضية النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى اتصالات مكسفة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعديد من الجهات المعنية وذلك بشأن موقف النادي بخصوص قرار الاتحاد الإفريقي والذي اختار ملعب غير محايد لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وعقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسؤولين في قطاع شركة كرة القدم ثم تم عقد جلسة مطولة مع الشؤون القانونية بالنادي وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة وبالتالي هناك تحرقات بدأت منذ الصباح الباكر بخصوص القرار الذي تم اتخاذه بالأمس باختيار ملعب غير محايد طيب ايه بقى قصة الملعب نركز مع بعض عشان نسمع شوي التفاصيل كده توريكو الاتحاد الافريقي والقرى الافريقية ماشية ازاي وعلى فكرة احنا بقىنا سنتين ماشيين في نفس التراك و بنقول الاتحاد الافريقي مشاكله ايه واحنا فقدنا السيطرة على ان الاتحاد الافريقي ليه ما يكونش عنده حيات في القرارات ليه دايما فيه اتجاه واحد نحو القرارات طيب قبل ندخل في ايه تفاصيل عشان نعرف ان فيهم تبعة كبيرة جدا من الاشقاء في المغرب احنا بنتكلم على قضية مع الاتحاد الافريقي لا شأن لنا اطلاقا مع الاشقاء في المغرب العلاقات بيننا وبين الاشقاء في المغرب سواء الرجاء او الودات او اي جمهور في المغرب على اعلى مستوى بل بالعكس من افضل العلاقات الرياضية وحتى على المستويات الاخرى غير الرياضية الجماهير المصرية والجماهير المغربية المصريين عندما يتواجدوا في المغرب أكلهم في بلدهم التاني والمغربة لما بيكونوا موجودين في مصر أكلهم في بلدهم التاني ولينا أصدقاء على المستوى الشخصي في المغرب لكن كل طرف بيحاول يدافع عن حقوقه دون الخوض في تفاصيل الطرف الآخر أو دون التعرض للطرف الآخر كل واحد بيدافع عن وجهة نظر ولكن وجهة نظرنا بقى اللي عن قولها النهاردة والناس هتتفاجئ بالله هيتسمع دلوقتي طيب إيه اللي حصل في نهاية شهر رمضان؟ الكلام مش نبارح ولا أول نبارح ولا من الأسبوع اللي فات الكلام داير من آخر أسبوع في شهر إبريل تتذكروا معايا آخر مباراة أو لقاء الإياب في الضربع النهائي كان يوم إيه؟ الناس تتذكر معايا الضربع النهائي اتلعب إمتى؟ اتلعب في الأسبوع الأخير من إبريل طيب كان فيه لقاء زهاب وكان فيه لقاء عودة تم عقد اجتماع مكتب تنفيذي يوم 23 إبريل يوم 23 إبريل بعد معرفة الأطراف التي وصلت إلى مرحلة الدور قبل النهائي يعني القرار التاخد أو التصويت اللي تم حسن ما تم تسريب لنا من معلومات كان يوم 23 إبريل وحصل تصويت بس التصويت لما حصل حصل والناس عارفة من أطراف المربع الزهبي إيه اللي حصل في الاجتماع؟ قسم المسابقات في الاتحاد الإفريقي بيعرض الخطابات اللي جات له من الاتحادات الأهلية لطلبة التنظيم وهو بيعرض على الاتحاد الإفريقي ما قالش أن في دول سبق لها التنظيم يعني قال لهم قسم المسابقات بقيادة سامسون أدامو قال للمكتب التنفيذي واللي بيرقاسه باترس متسبي الجنوب إفريقي قال له أن في طلب من نيجيريا في طلب من السنغال في طلب من المغرب طلب جنوب إفريقيا لم يكتمل وبالتالي دي الطلبات اللي قدامنا ففي وقتها باترس متسبي قال خلاص نشوف التصويت ونشوف القرار مع الوضع في الاعتبار أن باترس متسبي قال بس في نقطة يا جماعة هنا المغرب نظمت العام الماضي وبالتالي جرى العرف دايما حتى لو بنجي ننظم كاس الأمم البلد اللي نظمت السنة دي أو البطولة الأخيرة متنظمش البطولة الجاية فرد عليه أعضاء الاتحاد الإفريقي قالوله ده مش في الليحة احنا ما عندناش مانع نلعب في المغرب نلجأ للتصويت نلجأ للتصويت كام لكم حضر 19 عضو في جلسة زوم اللي كانت موجودة عبر الفيجي كونفرنس وفيه أربع أعضاء ما كانوش موجودين التصويت حسن ما قيل لنا يعني 16 ل3 أوكي ليه وقتها ما طلعش القرار لأن باترس متسبي اعترض على إسناد التنظيم للمغرب ووجه رسالة القسم المسابقات قال لهم ما ينفعش بلد تنظم نهائي بطولة وتطلب السنة التانية تنظيم نهائي بطولة لازم يكون في قواعد محددة لفكرة التنظيم المهم أعضاء المكتب التنفيذي كلهم عايزين يروحوا المغرب فشافوا أنه لأ إحنا صوتنا باسم المغرب جسين سنجور والاتحاد السنغالي كان عنده رغبة أن ينظم البطولة ليه عنده رغبة ينظم البطولة؟ يوم 22-22 لما تم افتتاح هذا الملعب كان في رغبة من بعض القيادات وبعض المسؤولين في القرى الإفريقين الملعب الأوروبي ده يستضيف نهائي دورة أبطال إفريقيا اتقال لهم قدموا وقتها ناخد القرار قدموا زي أي ملف يتقدم لكن جات أحداث مباراة مصر والسنغال واللي تم رؤيته على مرأة ومسمع من الجميع والصحافة العالمية كلها تكلمت عن الكوارث اللي حصلت في هذا الملعب أصبح المشهد بالنسبة للسنغال في هذا الملعب سيء جدا فعايز يحسن الصورة فتمسك في الاجتماع أنه عايز ينظم التصويت ما كانش في صالحه وكان فيه غضب من الجانب السنغالي باترس موتسبي قال نعمل توافق ما بين المغرب والسنغال وأنا عندي ثقة أن السنغال هتقنع الطرف المغربي أنه ينظم وبالتالي تم تفويد الطرفين بالتنظيم وبالتالي خلاص احنا هنا خرجنا بره إطار التصويت لأن لو كان تم التصويت زي ما تقال كان وقتها تم إعلان القرار لكن يوم 23 إبريل بعد ما تحددت أطراف المربع الزهبي والناس عارفة أن الوداد موجود في نصف النهائي وحصل تصويت لم يعلن القرار على أمل أن السنغال تقنع المغرب طيب يوم 28 إبريل تم عقد اجتماع آخر ما بين الأطراف المعنية وحاولت المغرب قدر الإمكانية تقنع السنغال بعدم الاستضافة مقابل أن السنغال تطلب تنظيم بعض الأحداث والمغرب هتكون داعمة لها داخل المكتب التنفيذي ده بيحصل في أي ملف على فكرة معظم القرارات أو التصويت على أي ملف يبقى فيها تربطات وفيها تحرقات ده معتاد ولكن لما جاء الاتحاد الإفريقي في الإسبوع الأول من مايو بعد هذه الاجتماعات لأ أن في حالة غضب وأن القرار اللي حصل فيه تصويت تم بعد لقاء دوري الثمانية هنا في شبهة تلاعب بفكرة أنت بتختار مباراة نهائية في توقيت غير قانوني أنت الهدف من المباراة هي مباراة واحدة وخدت عامل ديدلاين أن آخر معاة 28 وعشرين اتنين ليه ما اجتمعتش في ثلاثة ليه ما اجتمعتش في شهر أربعة قبل دوري الثمانية ليه اجتمعت بعد لقاء الدور ربعي النهائي وانت عارف مين أطراف المربع الزهبي ليه لما حصل تصويت ما أعلنتش وليه كان عايز يبقى فيه توافق لأن الرئيس الاتحاد الأفريقي شايف مش من المنطقي المطش يكون في المغرب فبالتالي التوافق وقتها حصل تربطات عشان المطش يكون في المغرب طيب التوقيت اللي تم فيه أعلان القرار إمتى إمبارح تسعة مايو بعد ذهاب الدور نصف النهائي يعني أطراف المباراة النهائية الناس كلها عارفة بنسبة تسعين في المية كل شيء وارد في الكورة لكن خلاص باينة الودات كسب في أنجولا الأهل كسبان وفاق الصف أربعة فالناس شايفة أن المطش غالبا بنسبة كبيرة أهل الودات فحدث كبير حضور جماهيري فالمعظم عايز المطش يكون في المغرب طيب ليه ما كتبش في البيانة مبارح حصل تصويت ليه راح لفكرة السنغال انسحبت اللي بيدفعوا عن الديمقراطية ويقول لي المغرب فازت بالديمقراطية أقول له عفوا البيانة الرسمة مبارح ما قالش ديمقراطية البيانة الرسمة مبارح ما ذكرش التصويت ولو أنت واخد موقف قوة في التصويت ومتسجل في المحضر الاجتماع كنت نشرته في البيانة الرسمية لكن أنت رحت لسكة عشان أنت ماشي غلط قلت السنغال انسحبت يعني السنغال بتنسحب يوم 8-5 وبتعلن المغرب هتنظم النهائي وانت عارف مين أطراف المباراة النهائية بنسبة كبيرة هل ده ما يخليش الناس وهي بتفكر ما تقولش أن هنا فيه شبه التلاعب فيه التوقيت اللي تاخد فيه القرار شبهة أن الناس شايفة أن الفاينال يكون في المغرب ممكن لهدف محدد بالنسبة لأطراف تانية ما كل دي أراء ووجهات نظر صحفيين كتير عبر المواقع الإفريقية بيكتبوها يعني ده مش كلام رسمي مثلا إحنا بنقوله أو مش موقف رسمي إحنا بنقوله ده كل الناس بتتكلم في الإطار ده من مبارح الأفرق كلهم بلا استثناء ولو دخلتوا على تويتر وشفتوا الصحف الأوروبية والعالمية وأكبر اللعيبة الأوروبيين كلهم بيتكلموا عن هذا الإطار الكل بيتكلم في الفكرة دي إذن هتتكلم على الديمقراطية أقولك آسف البيان الرسمي ما قالش فيه ديمقراطية بدليل أنه ما قالش أنه حصل تصويت بدليل أنه محدش كان عنده الشجاعة أنه يقول كان فيه جلسة 23 إبريل حصل فيها تصويت لأن التوقيت اللي حصل فيه تصويت توقيت غير سليم ده بعد نهاية مباريات دور الربع النهائي دي نقطة النقطة التانية لما تتفاجئ النهاردة الصبح وإنت بتتكلم مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الناس تقولك خلاص إحنا أخذنا المغرب إيه المشكلة؟ وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الكونفدرالي ده ناجيريا انسحبت نقول لهم لا ناجيريا ما انسحبتش ده السنغالي انسحبت قالونا إيه السنغالي انسحبت؟ انسحبت إمتى؟ إحنا تبلغنا إن ناجيريا انسحبت أما جو بينك عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي والإفريقي ورئيس الاتحاد النيجيري في آخر اجتماع بلغنا إنه هو انسحب محدش قالينا للسنغالي انسحبت نالما جماعة رجعوا للبيان الرسمي اللي منشور على موقع الكاف مكتوف في إن السنغالي انسحبت فبالتالي واضح إن في ناس في المكتب التنفيذي ما تعرفش إن فيه قرار اتخذ بناء على انسحاب السنغال واضح إن المعادل تغير من 29 لـ 30 وناس ما تعرفش واضح إن المعادل اتحطت أصلاً كمان اتحطت بسرعة والناس مش مذكرة ومش مركزة 30 مايو دا هيعمل مشكلة فين انت دخلت في الأجندة الدولية اللي وضحها مجلس الفيفا انت عشان الأهل يشارك في مباراة زي دي بدول لعبته الدوليين لازم الاتحاد الافريقي يتدخل ويقنع الاتحادات الأهلية وياخد قرار إن اللاعبة موجودة يوم 30 مايو مع الأهل في المجرى عشان تلعب الفاينال وبالتالي انت هتعمل كمان جدل تاني مع الاتحادات الأهلية هل مقبر الأهل يكلم الاتحاد التونسي ويكلم الاتحاد المالي والاتحاد جنوب إفريقيا والاتحاد موزنبيق والاتحاد المصري عشان يمنع مشاركة 10 لعيبة في أول يوم في الأجندة الدولية محدش يجي يقول لي أصل أول ماتشيوم 2-6 الأجندة الدولية من 30 مايو لـ 14 يونيو اللاعيب تحت أمر المنتخب من 30 مايو هل عفويني لزي 30 مايو اللاعبة موجودة مع منتخباتها ليه أدخل المكتب التنفيذي في نقاش جديد عشان ياخد لقرار يجبر الاتحادات إن يسيب للعبتي ركزوا في التفاصيل أنتوا كتبينها في البيانة الأخيرة في الاتحاد الإفريقي عشان أنتوا أثبتوا بملادع مجالا للشك إن في حاجة مش مزبوطة في حاجة مش مزبوطة بدليل إنك بتحدد دوري الأبطال ومحددتش كأس الكونفيدرالية ليه؟ ناجيريا انسحبت فأنت مش تلاقي حد هل بقى مستني يوم الحد الجاي لما تشوف موقف نادة بركان مع مازينبي يوصل فتحدد الكونفيدرالية في ملعب بركان ويبقى الفاينال في بركان والفاينال في كازابلانكا أو مولاي عبدالله في الرباط والسوبر كمان ممكن يتلعب في مراكش أو أغادير خلاص هنقول لك إيه طيب ما انتهينا بتاخد قرارات اللي القارة الإفريقية كلها عندها صدمة صدمة من القرار ليه صدمة من القرار؟ لأن الناس كانت شايفة أن الفترة الجاية ممكن يكون فيه أمل بعد رحيل أحمد أحمد بعد الفساد اللي كان موجود وده من الفساد ده مش كلامي أنا ده قرارات لجنة القيم في الاتحاد الدولي اللي مسؤولين سابقين وممكن بعد كده الله أعلم فبالتالي لازم يا جماعة نحارب على فكرة العدالة والحيادية ومحدش يقول لديموقراطية الديموقراطية ما تكتبتش في البيان الرسمي البيان الرسمي قال انسحاب طرف لصالح طرف وبالتالي هنا واضحة جدا بين قصين الكواليس اللي تمت في هذه الاجتماعات طيب الناس والجمهور والصحفين حتى في القرى الإفريقية وفي أوروبا وفي جميع أنحاء العالم كانوا مستقيم جدا من القرار خرج هاشتاج كلنا تفاجئنا بين بارح بس عامل حالة ترند ترند رقم واحد على مستوى العالم مش على مستوى مصر على مستوى العالم افتاحوا تويتر من امبارح من بعد القرار من الساعة 9 مساء لغاية دلوقتي تبتتكلموا في أكتر من حوالي 18-19 ساعة قدامك هو على شاشة ترندنج إلي سبورتس يعني رقم واحد على مستوى العالم اوقفوا فساد الكاف ستوب كاف كوروبشن ده معناه إيه؟ أن الناس شايفة أن فيه قرار كارسي تاخد والناس لازم في المكتب التنفيذي تشوف حال للقصة دي مكفاية تعارض حصل في كاس العالم للأندية والاتحاد الإفريقي ممثله في كاس العالم للأندية ما تحركش الناس ليه تحركت اوقفوا هذا الفساد لأن القرارات اللي صدرت قرارات ليس لها علاقة لا بالديمقراطية ولا بالعدالة أنا ماليش علاقة المغرب تقدم كل سنة هي حرة تقدم ناس بتشتغل بشكل بروفيشنال عايزة تستضيف كل سنة هم أحرار لكن هنا كلامي على الاتحاد الإفريقي إزاي أنت كل سنة تستقبل ملف من نفس الدولة عشان تستقبل نفس الحدث هو مفيش عقل نادي الوداد أيضا ليس له علاقة الاتحاد المغريبي تحرك على فكرة الاتحاد المغريبي تحرك بدون التنسيق مع نادي الوداد بالمناسبة مفيش حد في المغرب تواصل مع الاتحاد المغريبي وطلب منه أن ينظم لكن رئيس الاتحاد المغريبي رجل زكي بيعرف إمتى يتحرك في توقيتات مناسبة وبيعرف إمتى يدير العملية لصالح المنتخب ولصالح الأندية وده حقه الكامل وبالجد أنا بحيي على كده لأنه بيعرف يدير هذه المؤسسة خلال آخر ست سنوات في عهد اتنين رؤسة أحمد أحمد وبترس متسبي والراجل قدر ينجح في ست سنين أن يكون مسؤول عن الميزانية والموازنة المالية للاتحاد الإفريقي رغم كم الخسائر المالية اللي بيتكبدها الكاف كل سنة في الفترة الأخيرة لكن الراجل مسيطر بهذا الشكل ده الناس بتشتغل لمصلحتها وكل التحية ليهم لكن إحنا بندافع عن وجهة نظرنا وأتمنى الأشقاء في المغرب ما يزعلوش من ده لأنه هما لو في نفس الموقف إحنا مش هنيقدر نتكلم معهم لأنهما بيدافع عن وجهة نظرهم خاصة إن إحنا بندافع في الحق بندافع في الحق طيب ده الهاشتاج طيب موسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني للأهل الجنوب إفريقي اللي المفروض لو هو زعلان حتى من اللي حصل الناس هتقول لك ده حتى رئيس الاتحاد جنوب إفريقي لكن الراجل شايف إن فيه قرار كاريسي حصل عمل إيه قال لك عن برح على الأكاونت عنده وشارك من خلال الهاشتاج قال لك عندما انتهت مباريات دول المجموعات في دوري الأبطال كانت الشائعات تقول أن جنوب إفريقيا ستستضيف بعد حسم مبارات نصف النهائي سادة صمت شديد على البرر لإصطدافة النهائي يعني الشائعات كانت بتقول جنوب إفريقيا لا ما في الشائعات يا مسيماني ده أنا أطلع لك مفاجأة دلوقتي طيب ثم بعد يذهب نصف النهائي فجأة يستضيف المغرب بالمناسبة كنت أتلقى رسالي الحب باستمرار قبل مباراتي نصف النهائي ضد ستيف من نفس المصدر خم من من ماشي بسوق الحظ لقد حولت هذا إلى دافع وليس تشتيت ذهن ما علينا طيب مسيماني بيقول كانت فيه شائعات إن جنوب إفريقيا ستستضيف طيب خذوا المفاجأة دي الصفحة الرسمية للاتحاد جنوب إفريقيا يوم 11 مارس بيقول فيها إن التحاد جنوب إفريقيا قدامكم على الشاشة هو سيتقدم باستضافة أو طلب استضافة دور الأبطال وكأس الكنفدرالية إمتى؟ 11 مارس ركزوا في التواريخ كويس قوي 11 مارس هو الديدلاين اللي كان موجود قبل كده كان مكتوب كام؟ مكتوب 28-2 يعني الديدلاين تم مده بدون معاد محدد وجنوب إفريقيا قدمت الطلب ده إيه اللي حصل فيه؟ يعني جنوب إفريقيا في 11 مارس أعلنت رسمي إن هي قدمت الناس بتقولك السنغال والمغرب راجعوا دو قرنوا ببيان المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي قال مفيش غير المغرب والسنغال تم ترد علي المغربة أو الأصدقاء في المغرب أو الأصدقاء في الاتحاد الأفريقي يردوا علينا ما جنوب إفريقيا أعلنت رسمي في 11 مارس إن هي قدمت هو الطلب ده للبيان قال المغرب والسنغال بس ما كنت وضحه وقوله أن جنوب إفريقيا قدمت ووراها مش كامل كنت وضحه وقوله ناجرية قدمت وانسحبت كنت وضحه وقوله أن الجزائر كانت عايزة تقدم والاتحاد الجزائري معظم أعضاء واستقالوا فما كملوش الملف ما توضحوا الصورة للرأي العام ما الجيش تقولي في بيان المغرب والسنغال والسنغال انسحبت فدت المغرب يا سلام ببساطة كده لا أنا عندي موقف رسمي للاتحاد جنوب إفريقيا على الموقع الرسمي عنده بيعلن في 11 مارس أنه قدم وعلى فاكرة الخبر لسه موجود اللي عايز يخش على الموقع التحاد جنوب إفريقيا يلاقي الخبر بكل تفاصيله ومكتوف في السياق التفاصيل بنقدم عشان عندنا حظوظ أن أندياتنا ممكن توصل فينال سانداونس وأمازولو في دور الأبطال وأورلاندو بايرتس في الكونفيدرالية إلا على فاكرة أورلاندو بايرتس تكسب أهل تارابلس في ليبيا 2-0 ومرشح بنسبة 99% يوصل النهاية الكونفيدرالية هل الكونفيدرالية بعد انسحاب نيجيريا تروح جنوب إفريقيا وفجأة لاقي جنوب إفريقيا ظهرت على الساحة من جديد كل شيء وارد الفترة الجاية وأنا بطلع لكم في القديم وعارف الاجتماعات حصلت فيها إيه والتصويت كان إيه والبيان اللي طلع بدون تصويت وهل القرارات اللي اتخذت النهاردة اتخذت بدون علم وهنفضل نتكلم فيه خلال الفترة الجاية لأن ده حق مش هنسيبه أبدا يلا كورا النهاردة على تويتر نشرت موضوع مهم جدا في نفس السياق اللي قدت بتكلم فيه آخر من يعلم وسيفتح تحقيقا يلا كورا يكشف كواليس غضب متسبي بعد قرار ملعب نهاي الأبطال بترس متسبي كان آخر من يعلم بهذا القرار وأعرب عن غضبه الشديد من بيان الكاف وسيفتح تحقيقا حول القرار المنشور قبل ساعات عبر الموقع الرسمي للكاف بترس متسبي تفاجئ أن السنغال انسحبت بترس متسبي تفاجئ أن معايد المباراة غير خارج الأجندة اللي حددها الكاف بدل ما تتلعب في الفترة من 22 إلى 29 انت دخلت على الأجندة الدولية بتاعت الفيفا وحطيت المطش يوم 30 مايو الراجل مستغرب من القرارات الراجل حاليا في جنوب إفريقيا مقتمع مع عدد من المستشاري عايز يفهم تأثير هذا القرار على مستقبل القرى الإفريقية الراجل مش قادر يتخيل هو قرئيس للاتحاد الإفريقي بيعرض على المكتب التنفيذي بيقول لهم يا جماعة المغرب نظامت قالوا لا قص اللايحة ما تقولش كده طب انت قاعدوا مكتب تنفيذ اللايحة ما تقولش كده مش شايف أن في بلد نظامت هل ينفع تديها للسنة التانية على التوالي مبدئيا كده هل ده ينفع ما تقوليش ليحة في حاجة اسمها منطقي الملف أصلا ما ينفعش يتناقش ولا يطرح للتصويت وأنا هنا المفروض عاتب على قسم المسابقات أنه كان يجب أن يقدم مذكرة فيها كل التفاصيل على المكتب التنفيذي ويعرض لهم كل وجهات النظر ويقول لهم المغرب أو المركب محمد الخامس دخل ثلاث سنوات متتالية الناس هتقولك أنت نظمت 2019 أو 2020 اللي الأهل دي واجه فيها الزمالك وكسب بالقاضية ممكن لا مصر ما نظمتش المباراة كده وقالوا لها يخودي نظام الماتش لا المغرب كانت موجودة في الحدث اتقال لو طرفين أهل وزمالك مصر لو طرفين مغرب المغرب لو مصر ومغربي نعمل قرعة محدش أن ندل مصر اتعملت قرعة وديرسالة مني لكل الزملاء الإعلامين في المغرب 2020 الكاف ما ادهاش لمصر كده اتعملت قرعة والقرعة قالت مصر السنة اللي فاتت تم التصويت على المغرب والمغرب خرج أو قازرت شيفزي يمكن أقصى الوداد فالمرة دي بتتقرر للمرة التالتة طيب لكيب الفرنسية قالت نهاية دور أرطال إفريقيا في المغرب يوم 30 مايو حسن مسؤول من الاتحاد الإفريقي ومع ذلك لم يتم اختيار المدينة لكيب الفرنسية ركزت في نقطة خطيرة جدا أصلا ممكن يجي يقولك يا بقرة ولا بعده المطش في مولاي عبدالله في الرباط ما ده ملعب محايد يا سلام أصل الوداد والرقاء بيلعبه في مركب محمد الخامس وده ملعبهم فمش هيبه محايد لكن عشيبه الملعب محايد هنلعب في مولاي عبدالله في الرباط ده ملعب الجيش الملكي مش ملعب الرجاء والوداد لكيب الفرنسية ركزت لنقولتلكوا القرار فضيحة والناس واخد بالها قوي من كل التفاصيل لأنه بصراحة قرار كارسي ليس له أدنى علاقة بالديمقراطية إطلاقا ناس انسحبت بعد الترتيباء بعد التربيطات اللي حصلت وتم إسناد التنظيم للمغرب إمتى بعد ما تم معرفة الأطراف المتنفسة في المباراة النهائية إذن لا مجال للديمقراطية ولا مجال للتصويت والقرار كشف كل المهازل الموجودة داخل الاتحاد الإفريقي ليس رأيه فقط لكن رأيه كل وسائل الإعلام العالمية والإفريقية وقدر إمكان حاولنا نحطوك في الصورة حول ما يحدث ولسه فيك وليس تانية خلال الفترة اللي جاي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا بقى استعداد الأهلي لمباراة وفاق ستيف وصفر الفريق نهارده وآخر أخبار بأسة النادي الأهلي أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار بأسة الأهلي قبل الصفر إلى الجزائر نهارده بالتأكيد كان فيه مرانة جماعة للفريق بعد العودة من الراحة السلبية والأجازة والاستعداد للصفر بالتأكيد استعدادة لمواجهة الإياب أمام وفاق ستيف في يوم السبت القادم النهارده الكابتن محمود الخطيب اجتمع بلاعب الأهلي وقال لهم لم نتأهل بعد والحديث عن ملعب النهائي مرفوض إذن الجهاز الفن واللاعبين خارج المعادلة تماما مركزين في المهمة اللي عندهم في لقاء السبت اللي جاي احنا راحين وكأننا متعدلين في القاهرة سفر سفر طيب نهارده الكابتن الخطيب اتكلم مع اللعيبة وقال لهم أن مباراة وفاق ستيف مباراة مهمة جدا وتحدث الكابتن الخطيب مع اللاعبين بوضوح شديد جدا في حضور سيادة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهل ورئيس الباسة وقال لهم الأهل لم يتأهل للدور النهائي للبطولة وأن كل ما حدث أن الفريق حقق نتيجة طيبة في مباراة الزهاب بالقاهرة وهي غير كافية لضمان الصعود للنهائي لابد أن يبزل الجميع قصارى جهده في المباراة المقبلة وقرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء حتى الدقيقة الأخيرة أشار كمان إلى أنه يصق في كل عناصر الفريق والجهاز الفني وتأديرهم للمسئولية الملقاة على عطقهم تجاه نديهم وجماهرهم وطلب الكابتن الخطيب عدم الالتفات أو الحديث فيما يجري بشأن تحديد ملعب المباراة النهائية ولا بد أن يكون التركيز في المباراة المقبلة ليتأهل الأهل رسميا أولا وهذا هو الأهم وأكد على أنه ينتظر منهم الأداء الرجولي والروح العالية واحترام المنافس والظهور بالشكل الذي يليق بالأهل كعادتهم دي كانت جلسة وكلام مهم جدا للكابتن الخطيب قدامكم على الشاشة لقطات حصرية طبعا يعني قبل ساعات قليلة قبل سفر الفريق إلى الجزار قدامنا طبعا بيتسو مسماني كابتن سيد عبدالحفيز كل أعضاء الجهاز الفني وأنا أصق تمام الثقة أن الرسالة هتكون وصلت لكل اللاعبين رامي ربيع هو الحمد لله عاد وموجود مع الفريق في المباراة عموما بيتسو مسماني النهاردة أعلن قيمة الفريق المسافرة للجزار والقيمة بيتضم محمد الشنوي علي لطفي مصطفى شبير في حراست المرمى محمد هاني كريم فؤاد علي معلول أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمد عبد المنم العائد الحمد لله رامي ربيع أيضا ومحمود وحيد وآليو ديانج حمد فتحي محمد مجد أفشا حسين الشحات طاهر محمد طاهر لويس ميك السوني وكمان وليد سليمان محمد محمود محمود متولي محمد شريف أحمد نبيل كوكا بيرس التاو أحمد عبدالقادر وعمر السلية النهاردة زي ما قلت لكم حضراتكم كان فيه تدريب صباحي في مرعب التتش عقب العودة من الراحة السلبية وإن شاء الله الفريق هيكون جاهز لأزيل مباراة بشكل قوي جدا كابتن سارة عبدالحفيز النهاردة أقضمكم على الشاشة ده الجزء من تدريب الأهل على ملعب التتش في الجزيرة كابتن سارة اجتمع النهاردة بالجهاز الفني على هامش مران الفريق صباح اليوم واتكلم وناقش معهم بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة برحلة الجزائر الأمور الليجستية المتعلقة بقى بالطيران والسفر وحجز فندو الإقامة وملاعب التدريب وآخر الترتيبات مع الجانب الجزائري الأشقاء في الجزائر اللي بالتأكيد بشكرهم هنا من خلال شاشة قناة الأهلي على التصريحات الرائعة والموقف الجميل الإيجابي من رئيس النادي عبدالحكيم سرار ومن كل أعضاء بعثة وفاق ستيف وحادثهم عن الأهل بتخدير كبير جدا لأن الجميع يعلم مدى قيمة ومكانة الأهل في القرى الإفريقية نادي يشرف القرى الإفريقية ويشرف القرى العربية ومن لا يعلم ذلك هو شخص جاحد لا يعلم مدى قيمة وأهمية نادي عربي يمثل إفريقيا في المحافل الدولية ويرفع من قيمة القرى الإفريقية خاصة في منطقة الشمال فريع عنده عشر ألقاب إفريقية بالتأكيد تاريخ كبير اجتهاد ناس بتشتغل ناس عايزة تنجح أي حد عايز ينجح لازم يشوف المنظومة دي شغالة زيها عشان ينجح زيها ويركز ويشتغل ما يحبش يقول أصلي فيه فشل عشان يبقى فشل زيه لا الأهل منظومة مختلفة تماما وإن شاء الله هيكون فيه استعداد بشكل جيد لمباراة وفاق الصيف عبد الملع من النهاردة رجع ليه المران والحمد لله تمؤنين عليه وإن شاء الله هيكون موجود فيه مباراة السبت اللي جاي بعد ما غاب المباراة الأخيرة بسبب الإصابة كمان الشيء الإيجابي موقف السلية موقف السلية النهاردة كمان طمنا إن فيه ممكن تكون فيه أمور إيجابية النهاردة قدى مران منفرد فيه صالة الجيمة ضمن البرنامج التأهيلي والدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق قال إن السلية بيواصل تدريباته التأهيلية للتخلص من ألام العضلة الخلفية والسلية سيرافق بعثة أهلي إلى الجزائر زي ما قلت لكم من شوية قايمة الفريق موجود فيها عمر السلية عشان يستكمل برنامجه التأهيلي نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاق بمباراة العودة أمام استيف أطلع إلى فصل أو أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الأهلي سوشيال ميديا كمان اتكلمت وقالت إيه عن الأهلي خاصة المواقع الرضية اللي لها حسابات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند الأهلي رجعين بقى بعد شهر رمضان وفقرات برنامج تريند وننتخل أكتر في تفاصيل السوشيال ميديا ونشوف إلي اتكتب عن الأهلي خاصة الساعات الأخيرة كان فيه قضايا شائكة وبالأخص مباراة وفاق ستيف لقاء العودة وأيضا كمال حديث على مباراة نهائي إفرق نروح لحساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على تويتر كتبوا أن موسيماني يجري تعديلات على طريقة لعب الأهلي بموقعة العودة أمام وفاق ستيف يمكن الزملاء في اليوم السابع قالوا أن فيه رغبة من بيتسو موسيماني في تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي بالسلاسي حمد فاتحي وقاليو ديانج وعمر السلية حال تأكد مشاركة السلية بعد تعافي من الإصابة ده عشان يبقى فرصة أن يمنع أي خطورة للفريق الجزائري خاصة في منطقة وسط الملعب وكمان عشان يستفيد من نتيجة مباراة الزهاب أنت كسبان أربعة فلقدر الله ستيف عشان يتأهل الحساب الأهلي محتاجي يكسر خمسة صف وده بالتالي لو أنت قدرت تعمل تشكيلة متوازنة وفيها أدوار دفاعية وكسافة عددية تقدر تغلق المساحات تقدر تعمل مباراة كبيرة ولعل لو عسى ترجع كمان كسبان من ملعب وفاق ستيف في الجزائر خاصة أنه وفاق ستيف ما بلعبشنا ملعبه يا جماعة طول البطولة وفاق ستيف في المباراة دي هيستمر أيضا على ملعب خمسة جولية ملعب نجيل طبيعي ومحدش يجي يقول لي هو ليه ستيف ما لعبش في ملعبه ليه ستيف لعب في العاصمة ستيف طول البطولة بيلعب في العاصمة أنا عارف الناس هتيجي يوم المتش وتقول لك بص المجملات أنا عارف ناس لما بتشوف الأهلي في المراحل دي بتتعب شوية لا ستيف طول البطولة كان بيلعب في ملعب خمسة جولية لأن ملعب ستيف غير مطابق للمواصفات تمام؟ طيب نروح ليه حسابي اللي الكورة وبتكلم عليه أن مدرب ستيف بيتكلم على مباراة العودة ونتيجة لقاء الزهاب قال مدرب ستيف وهو بالتأكيد بيقدر الأهلي جيدا قال لنا استسلم أمام الأهلي ومسيماني فعل مثل مدربي أوروبا رجل أنا حضرت المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال لك ماذا سأفعل أنا بلعب قدام أكبر فريق في إفريقيا فريق أنت بتقدرش تتكلم على عنصر أو اتنين من أبرز عناصره الفريق كله فريق جماعي المباراة بالنسبة لي صعبة جدا حاولت أرجع لنسيجة كذا مرة بس الأمور كانت صعبة فهو بيتكلم أن قدر الإمكان مش هاستسلم وده طبعا طبيعي ما يفعش يقول لي لعبت وانا خلاص خسرت وخرقت بقى بتالي ما تلعاش المطش فبيقول مش هاستسلم وبيتكلم على المسيماني قال مدرب عمل زي مدربي أوروبا الرجل واخد مع الأهلي اتنين دورة أبطال إفريقيا واحدة مع سانداونز على حساب الزمالك بيسعى للسلسية مع الأهلي والرابع بالنسبة لي عمل أرقام قياسية مع الأندية خلال الفتر الأخيرة في القرى الإفريقية بيقترب على فكرة بنفس الأرقام زي زين الدين زيدان لما عمل أرقام قياسية مع ريال مدريد في سنوات سابقة طيب حساب الجول بيتكلم على مصدر في الكاف توزيع تذاكر نهاي أبطال إفريقيا بالتساوي بين طرفي المباراة إذا لم تباع كل تذاكر أحد أطراف النهاي سيتم طرح باقي التذاكر المتبقية للبيع لجمهور الفريق الآخر طيب بصوا معايا عشان تأخذوا مني المفيد في الموضوع ده ماتش نهاي دور أبطال إفريقيا منذ أن تم إقرار هذا القرار أو هذا الموقف أن النهاي من مباراة واحدة خدوا بالكم الليحة لما تعملت في 2019 في قرار مكتب تنفيذ في شهر 7 ما تقلش الملعب يبقى محايد أو الملعب في مكان معين قال لا النهاي مباراة واحدة بس بس المعيار اللي الناس اللي لازم تشتغل عليها هو ملعب محايد فبالتالي لما عمل الليحة وقتها ما ذكرش فيها التذاكر ولا النواحة التسويقية الخاصة بالأندية هي مباراة ملك الاتحاد الإفريقي بيسند التنظيم فيها للاتحاد الأهلي اللي حينزم المباراة وبيتم الاتفاق على بعض التفاصيل وبيتم عرض ده على الناديين اللي هيشاركوا وهنا الناديين المفروض زيهم زي بعض أمام الاتحاد الإفريقي أنت بتطلب نسبة التذاكر الاتحاد المغربي اللي حينزم مثلا لنسبة من التذاكر وفريق المنافس الآخر لنسبة من التذاكر في النهاية ما فيش ليحة واضحة تقول لك أنت لي elites50% من ساعة الملعب لأن على فكرة محدش في الاتحاد الافريقي يديك الضمانة أصلاً جوه للملعب إنها تبقى 50% ساعة الملعب لكل فريق على حساب الآخر لكن نخلص مرش السبت والكلام ده هنهجيبه بالورق وعشرها لحضراتكم اللي هيحصل ده إذا المباراة فضلت في المغرب خلال الفترة اللي جاية طيب نروح كمان لخبر مهم جداً متعلق بيتسو موسيماني وإحنا في مامعة البطولات ورحينا على نهاية دور أبطال إفريقيا حساب الرسم البطولات على تويتر بيقول بيقول إن موسيماني يستهدف صفقتين هجميتين من جنوب إفريقيا بـ 40 مليون بيتكلمه على سامير نوركيفيتش لاعب كايزر تشيفز اللي ما بيلعبش وشبه يعني خلاص هو على وشك الرحيل بدون مقابل أصلاً وبيتكلمه على بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي اللي موجود في سانداونز الذي لن يعرض للبيع وهيستمر في سانداونز للسنوات القادمة والصفقة دي أصلاً غير مرشحة للأهل لكن خبر في توقيت ممكن عشان يكون مهم بالنسبة للسوشيال ميديا واللايك والشير خلال الفترة الأخيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند المحلي والتحاد الكورة موقفه إيه خلال الساعات الأخيرة أهلاً بحضراتكم من جديد وترند المحلي سريعاً كده عشان وقتنا والحلقة بتجريم أحضراتكم بسرعة نشوف الاتحاد المصري كان موقفه إيه خلال الساعات الأخيرة طيب الترند المحلي بحساب يلا كورة على تويتر بيقولوا إن بسبب المنتخب اتحاد الكورة يعترض على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وفي تصريحات نشرت لي الأستاذ إيهاب القومي أو دكتور إيهاب القومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة بيقول فأنهم خطوا الاتحاد الأفريقي مبارح عقب قرار الكاف واعترضوا على أمرين الأمر الأول إقامة النهائي في المغرب والأمر الثاني إن المعاد هيخل بيه تكافه الفرص لأن الأهلي عنده مباراة يوم 30 مايو والمنتخب عنده مباراة يوم 2 يونيو الأصدقاء في اتحاد الكورة بس يستحملوني في الكلمتين اللي جايين دول أنا مش طالب منك إنك تعترض على المعاد أنا طالب منك تعترض على المكان أما بالنسبة للمعاد أنا طالب من اتحاد الكورة إنه يتمسك بالأجندة الدولية وإنه يتمسك باستدعاء لعب الأهلي يوم 30 مايو لأن دا حقك مجلس الفيفا لما عمل أجندة دولية من 30 مايو إلى 14 يونيو أنت من حقك تضم لعبة الأندية من 30 مايو أنا عايزك تتمسك بده لأن اتحاد الكورة لما يتمسك أن عايز لعبة الأهلي يوم 30 مايو لعبة الأهلي مش هلا يلاقي لعب يا لعبانها إفريقيا يبقى هنا الاتحاد الإفريقي حل لمشكلتي هنا الاتحاد الإفريقي حل قزمته لكن أنت مجيش كالتحاد كورة تقول للاتحاد الإفريقي أجل لمطش غينية أنت بتقدمها له على طبق من دهب مش طبق من فضة أنت بتقول له حل المشكلة أجل لمطش غينية أنا كده استفدت إيه لما أأجل لمطش غينية لا أنت عندك مطش غينية و2026 ألعبه وخد لعبة الأهلي 30 مايو والاتحاد الإفريقي عنده مشكلة هو اللي يحلها الماتش ما يتلقمش تلاتين مايو واعترض على المكان انا عاك في المكان ومعاك لاخر الجزئية في هذا الموضوع اعترض على المكان لكن التوقيت ما تقدمش حل وتقول له اجل ماتش غينية هو كلمة يتجيل عندنا سهلة لا ما تأجلش ماتش غينية انت عندك لقيت الاهل يتمسك بيهم تلاتين مايو والاهل مش هيكون معالي عبية لعب بيهم لانه خدوا بالكو هو هيبطلة بالتحاد القرى بس ما الاتحاد التونس عايز علي معلول والاتحاد المالي عايز اليو ديانج والاتحاد جنوب افريقيا عايز بير ستاو والاتحاد موزنبيكا عايز لويس ميكي سوني الحمد لله الاهل عنده كل اللي عيبت دوليين في المنتخبات الافريقية هيلعب مين هيا افريقيا لو تلعب يوم تلاتين مايو في المغرب صدر ازمة للكاف قوله انت بتشتغل غلط انت اخترت معاد معاكس لقرارات مجلس الفيفا هيقولك اللايحة لازم يحصل توافق والمكتب التنفيذي ياخد قرار وانا لسه عبقى تحت رحمة المكتب التنفيذي تاني عشان يسيبني لعبتي كانت سابهم لأيام كاس عالم الأندية عشان يسيبهم لي تاني عموما دي رسالتي العضايا اتحاد الكرة يا جماعة ركزوا في التفاصيل الصغيرة وبلاش يقولك ايه ااجل ماتش غينية شوفوا مصلحة الاهل فين ومصلحة الكرة المصرية واشتغلوا عليها بالتنصيق الكامل زي ما بنشوف في المغرب الناس بتشتغل ازاي وبتقرأ الورق ازاي طيب اروح للمشاركات سريعا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو المتعلق رأيكم في الازمة بعد طبعا تحديد الكاف ملعب النهائي في المغرب استاذ احمد امين بيقول من وجهة نظري شايف ان الكاف عاوز البطولة ياخدها لفريق الوداد المغربي عشان فيه عود قبل كده من يوم ماتش الترجي التنسي بس ربنا كبير وحتى لو ماتش في المغرب الاهلي ادها باذن الله والبطولة اهلوية ان شاء الله تمام طيب نروح لساهر يوسري بيقول لازم الادارة تعرض الاتي لعب النهائي في ارض محيدة او اللعب في المغرب بدون جمهور او لعب المباراة بنظام الزهاب والاياب وفي جمال حالة ان شاء الله الاهلي بطل دوري ابطال للمرة الحداشرة الاهلي راح المغرب قزى مرة كسب الوداد في المركب محمد الخامس وكسب الوداد في ملعب مولايا عبدالله وكسب الرجاء وتأهل الاهلي ما عندوش مشكلة في الملعب ولكن عندو مشكلة في كيفية اتخاذ القرار في هذه الفترة اللي بعيد كل البعد عن الحيادية في هذا القرار رانا بتقول المطش يبقى ذهبه عودة والعودة في القاهرة لان في اللايحة ممنوع نادي يلعب العودة ثلاث مرات على ارضه واظم ده احسن حل لكل الاطراف وبإذن الله البطولة للاهلي رقم 11 والله حتى لو اللايحة بتقول كده الناس دي بتشتغل من غير اللوايح وأهم حاجة تشوف المطبخ جوه شغال إزاي إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج التريند بالتأكيد لسه عندنا المزيد ولسه عندنا الكواليس وإن شاء الله بكرة بإذن الله نحاول نقول لكم كل الجديد وإن شاء الله هيكون في جديد خلال الساعات القادمة بشكركم بالتأكيد على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى لكم